معضلات العروق وعدالة القضية الفلسطينية بداية فقد استعملت هنا كلمة العروق لأن قولهم المعراج هو خطأ من حيث فصيح اللغة فهو اسم آلة مشتق من الفعل عرق مثل ما تشتق من الأفعال الأخرى أسماء الآلات فنقول مفتاح من الفعل فتحة ومثقاب من الفعل ثقبة ومحراس من الفعل حرثة ومقياس ومهماز وغير ذلك كثير من الأمثلة الدالة على خطأ لفظ المعراج من حيث اللغة ما دمنا لا نقصد به اسم إحدى الآلات فالصواب لمن أراد التصويب هو كلمة العروق لا سيما وأنها تعطف دوما على الإسراء وهو مصدر وإلا كان الواجب أن يقال المسرى والمعراج هذا من حيث ظاهر اللغة وهي مشكلة بسيطة بالمقارنة مع المعضلات أو المشكلات العويصة المرتبطة بالجمع الوهمي بين واقعتي الإسراء والعروق وهي معضلات ناشئة عن استمرار الوهم في الأذهان لزمن طويل واشتهار المصطلح المختلق الإسراء والمعراج بحيث لا يستثيغ الناس إعادة النظر فيه لكننا فيما يلي سوف نقتدي بقول ابن النفيس الذي أداوم على استدعائه عسى أن يرسخ في أذهاننا معناه البديع قال ربما أوجب استقصاؤنا النظر عدولا عن المشهور والمتعارف فمن قرأ سمعه خلاف ما عاهده فلا يبادرنا بالإنكار فذلك طيش ورب شنع أي غريب حق ومألوف محمود كاذب والحق حق في نفسه لا لقول الناس له ومن هذه الزاوية أرى وقد أكون مخطئا أن الربط بين الإسراء والمعراج كان حيلة دعائية سلطوية لترويج أكذوبة نشرها حكام الأمويين لخدمة مصالحهم الخاصة ثم استقرت الخدع القائمة على هذه الحيلة في أذهان الناس فقابلوا الحجج الواهي عليها وظنوا أن العروج أو المعراج مذكور في القرآن مثل ما ذكر الإسراء والزعيمون يدعون أن العروج ورد في سورة النجم التي نزلت بعد سورة الإسراء بسنوات طوال بل إن ترتيب سور القرآن زمنيا يضع بين سورتين قرابة عشرين سورة قرآنية ولا يجوز هنا الاحتجاج بأن السورة الواحدة قد تتفاوت أوقات نزول آياتها وقد تتداخل مع أزمنة نزول آيات من سورة أخرى وبأن بعض السور جمعت آياتها بين الزمانين المكي والمدني لأن بعضها آياتها نزل بمكة وبعضها الآخر نزل بعد الهجرة إلى المدينة لا يجوز الاحتجاج بذلك لسببين الأول أن الإسراء جاء ذكره في أول آية من السورة المعروفة اليوم بين الناس باسم سورة الإسراء والعروج الذي يظنه الضانونة جاء ذكره في الآيات الأولى من سورة النجم فكيف يمكن أن تتداخل البدايات زمنياً حتى لو تداخل وقت نزول الآيات الوسطى والأخيرة في هذه السورة أو تلك والسبب الآخر أن القرآن بحسب الرأي المشهور بين الفقهاء نزل من السماء دفعة واحدة في ليلة القدر كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر ولم يقل إن بدأنا تنزيله في ليلة القدر ثم صارت الآيات تأتي النبي منجمة أي واحدة تلو الأخرى بقدر مقدرته على تحمل التلقي أو بحسب مناسبة الآية لما يجري من أحداث زمنية وهناك آيات قرآنية عديدة ارتبطت بوقائع معينة مثل ما هو الحال في الآيات التي برأت السيدة عائشة من حديث الإفك أو التي أخبرت عما وقع في غار ثور عند الهجرة أو التي طمأنت المسلمين بأن الروم المسيحيين المغلوبين من الفرس الوثنيين سوف تكون لهم الغلب عليهم بعد بضع السنين فكيف تتوزع قصة الإسراء والعروق على سورتين منفصلتين بينهما سنوات طوال وسور قرآنية وهما واقع مترابطة وحادثة واحدة وهناك معضلة أخرى هي أن الآيات التي نزلت لمناسبات ووقائع معينة معروفة وكلها وردت في السياق واحد ولم تتوزع على أكثر من سورة يظهر لنا ذلك في آيات تبرئة السيدة عائشة وفي آيات زواج النبي من طليقة زيد زينب بنت جحش وفي الآيات التي انتصر فيها القرآن لآراء عمر بن الخطاب راجع في ذلك كتاب السيوتي قطف الثمر في موافقة القرآن لعمر في باب موافقات عمر وفي آيات هزيمة الفرس للروم وغير ذلك كثير من الوقائع الأقل أهمية بكثير من الإسراء والعروق أو المعراج فكيف تذكر هذه الوقائع مكتمعة وفي سياق قرآني واحد ويتوزع ذكر الإسراء والمعراج على سورتين بينهما أو بين بدء نزولهما زمن طويل ومن معضلات العروق المانعة من التسليم به أن لفظة المعراج لم ترد قط في القرآن ولا كلمة العروق وردت قط وإنما اعتمد أصحاب هذه القصة على الإيهام إذ في القرآن سورة اسمها المعارج وهي تصف الله تعالى بأنه ذو المعارج وأن الملائكة والأرواح سوف تعرج إلى الله في يوم القيامة يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وليس في هذه السورة المسمح المعارج إلا مشاهد الأحوال التي ستجري يوم القيامة فما علاقة ذلك بما يفهمه الناس اليوم من الإسراء والمعراج لا علاقة إلا على مستوى التخيل اللغوي والاشتقاق الخاطئ واللعب على تشابه مفردات معارج عروق معراج والأهم مما سابق والأخطر منه أن سورة النجم لم تتحدث عن العروق أو المعراج وإنما عن عكسه فهي تبدأ بالقسم الإلهي بالنجم إذا هوى أي نزل وفيها أن الله دنى فتدل أي نزل وفيها قوله نزلة أخرى أي نزول لا عروق سيقولون فما معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وسنقول ولماذا قطعتم بأن سدرة المنتهى مكان في السماء ألا يحتمل أن تكون شجرة السدر هذه مثمرة النبق هي مكان في الأرض كان العرب قديما يعرفونه علما بأن مطلق لفظ الجنة قد يراد به الفردوس الأعلى ويعني أيضا الحديقة الأرضية كما في قوله تعالى في سورة الكهف الآية تسعة وثلاثين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ثم مدعي أصلا لكل هذا التعصف في التأويل لإثبات خدعة أرادها الأمويون في زمن عبد الملك ابن مروان لتوجيه الناس إلى الحق بعيدا عن مكة التي كان يسيطر عليها عدومهم عبد الله ابن الزبير تماما مثل ما حدث مؤخرا حين أغلقت المملكة باب الحق أمام الإيرانيين فوجههم آيات الله إلى كربلاء وغيرها من المشاهد والمزارات المقدسة عند الشيعة بدلا من الحق إلى مكة وما الداعي لذلك كله إذا كان القرآن الكريم واضحا مبينا ولو كان قد قصد الكلام عن النبي محمد لقد كان صرح بذلك من دون مواربة كما في قوله في سورة آل أمران الآية 144 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يدر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أو كان قد تحدث إلى النبي مباشرة باستعمال الصريح من المفردات مثل ما هو الحال في آيات سورة البقرة 144 قد نرى تقلب واجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أو فلما قد زيد منها وطرى زوجناكها ليس عليك هداهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد محمد رسول الله والذين معه وغير ذلك كثير من الآيات الواضحة في المناسبات والمعاني الأقل أهمية من هذه الواقع المسمى الإسراء والمعراج وكيف نصدق أن الصلاة فردت في ليلة المعراج التي من المفترض أنها كانت في مكة قبل الهجرة بحسب الحديث النبوي العجيب الذي يقول إن موسى طلب من النبي أن يطلب من الله تخفيف الصلاة على المسلمين ففعل عدة مرات حتى استقر عدد الصلوات عند خمس مرات في اليوم وقد كان المسلمون في مكة يصلون مرتين في اليوم فقط ولم تصبح خمسا إلا في المدينة بعد الهجرة حسب ما روت الأحاديث وكيف نصدق أن المقصود بقوله تعالى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هو ذلك المسجد الذي نعرفه اليوم بالقدس ولم يكن وقت نزول الآية موجودا وكان في موضعه مقلب زبالة وكيف نصدق أن موضع المسجد كان معروفا قبل بنائه وقد بلغنا أن الخليفة عمر بن الخطاب سأل واستخبر حتى وصل إلى موضع سخرة اليهود ثم استشار من معه في أفضل موضع لبناء مسجد يصلي فيه ولو كان المسجد الأقصى بالقدس حقا وكان معروفا بحيث اختبر المشركون صدق النبي بالسؤال عن عدد نوافذه وأبوابه حسب مزاعمة الأحاديث لما كان الخليفة عمر قد سأل أو استخبر أو استشار ولا عبرة هنا بما يستشهد به بعض معاصرين من رحلة القس أوركولوف إلى القدس لأنها نص مهترئ كله أوهام مفككة وأكاذيب لا يجوز الاحتجاج بها علاوة على أنه لم يذكر المسجد الأقصى وإنما ذكر أن خليفة المسلمين معاوية كان رجلا مسيحيا يضاف إلى ما سبق حقيقة بسيطة واضحة هي أن الإسلام ديانة رسالية تقوم أساسا على نزول الوحي من السماء إلى الأرض فهو ليس عقيدة غنوصية تعتمد على ارتقاء الروح إلى العالم الأعلى للحصول على المعرفة اليقينية مثل ما هو الحال في الزردشتية والهرمسية والفيثاغورية المتأخرة وغيرها من العقائد والديانات التي حفل تراثها بقصص العروج إلى السماء عروج أرتاويراف بصحبة الكائن الروحي سروش في الديانة الزردشتية وعروج أرجانا بصحبة الكائن الروحي أندرا عند الهنود القدماء إلى آخره فما دام الأمر الإلهي ينزل فما الداعي للصعود والعروج خلاصة القول بعد ذلك كله الإسراء ثابت في القرآن ويجب التصديق به على اعتبار أنه واقعة فعلية سواء كانت قد جرت في سيناء مع موسى النبي أو كانت واقعة معتادة جرت مع النبي محمد حين سار ليلا متحيرا بين موضعين معروفين حول مكة أو الطائف أما العروج الميراج فهو قصة مختلقة قائمة على تأويل متعصف لصورة النجم بغرض إضفاء القداسة على البنايات التي أقامها أحد الحكام بعد فجر الإسلام بعشرات السنين لاستغلالها سياسيا مستفيدا من قداسة موهومة في نفوس اليهود الذين كانوا يتباكون على مجدهم الغابر الموهوم أيضا إن هذا المسجد القائم اليوم ويموت من أجله الناس منذ قرون طوال هو وهم مبني على وهم وقبة السخرة التي يقدسها اليوم المسلمون هي موضع قدسه اليهود من قبلنا بقرون وفي زمن ضعفهم زحمناهم فيه ودفعنا أوهامهم بالأوهام وخلاصة الخلاصة أن المدينة المعروفة اليوم بالقدس بيت المقدس وكانت قبل ذلك معروفة باسم إليا أو إلياء وكانت قبل ذلك معروفة باسم أورشاليم بيتها مقداش هي ميراث مشترك لليهود والمسيحيين والمسلمين بحكم اعتقادهم الديني وميراثهم العقائدي ولا يجوز لجماعة منهم أن تدعي لنفسها الحق الوحيد في المدينة اللهم إلا إذا كانت جماعة إجرامية ممن يرفعون اليوم راية الدين ويقتلون الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين زاعمين لأنفسهم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان مثل جماعة بيت المقدس، شهداء الأقصى، جن القدس، أجناد بيت المقدس، جنود الأقصى الأسير، سرايا القدس، كتائب الأقصى، أنصار القدس القريح وغير ذلك من فوارغ المسميات التي اختارتها لنفسها جماعات إجرامية تزعم أنها إسلامية، ما أنها تقتل المسلمين وتدمر بلادهم ولا تقترب إطلاقا من مدينة القدس نعم، لقد وقع المسلمون والمسيحيون من قبلهم في الفخ اليهودي الذي أخذ فيه اليهود بناصية المكر مضطرين فقاوموا عوامل فنائهم بحكايات دينية طالما تحلقت الجماعات اليهودية حول إحيائها حتى قام لهم كيان سياسي على أسس دينية فأدى ذلك إلى قيام كيانات مناوئة لهم على الأسس ذاتها فقامت دول عربية على أساس عقائدي وقاومتهم جماعات مسلمة على ذات الأساس الديني مثل ما هو الحال في حركة المقاومة الإسلامية المعروفة باسم حماس والتي ترفع شعارا دينيا هو قبة السخرة التي بناها فوق الأثر اليهودي المحجور حاكم اسمه عبد الملك سعى لأن يكون ملكا فقصف الكعبة وهدمها وقتل صحابة النبي وتابعيه واستباح نساء مدينة النبي ثلاثة أيام وفعل ويلات أخرى كثيرة وبنى قبة فوق سخرة اليهود ولكن ذلك لا يعني أن القضية الفلسطينية غير عادلة بل على العكس القضية الفلسطينية عادلة تماما لكن عدالتها ليست قائمة على التوهمات العقائدية والنوازع الدينية ومشاعر الأتقياء والأنقياء التي يؤجيجها الخبثاء وطلاب السلطة وإنما تقوم عدالة القضية الفلسطينية على قواعد أخرى ليست أصلا دينية منها الحق التاريخي في الأرض فإن كان اليهود قد سكنوا هذه الأرض في تاريخ قديم فقد سكنها من قبلهم كانعانيون ومن بعدهم عرب مسيحيون ومن بعدهم عرب مسلمون ومسيحيون فالحق التاريخي مؤكد للجميع وليس من حق أحد أن ينفرد به من دون الآخرين وعدالة القضية الفلسطينية تقوم على ذلك الاحتلال لأرض كان المحتل اليهودي يعيش فيها سابقا مع أهلها كواحد منهم في أمان ثم صار الأمر جحيما عسكريا وجيشا نظاميا يشجع قيام حكومات عسكرية وقيوش تثقاتل من أجل لا شيء بحدف الحفاظ على سلطتها السياسية التي تستغل العاطفة الدينية الهوقاء غير العاقلة عند اليهود والمسلمين على السواء وإذا استقوت كيانات سياسية مسيحية مستقبلا فسوف تدخل في الصراع لا محالة لتحافظ على سلطتها مثل ما فعل حزب الكتائب اللبناني العربي حين ذبح الفلسطينيين العرب في صبر وشتيلة بعد حصوله على تسهيلات مرور من المجرم أريل شارون الذي ثار اليهود ضد تأمره الرخيص فخرجت المظاهرات في تل أبيب تندد بالمذبحة مما اضطر شارون إلى الاستقالة عدالة القضية الفلسطينية تقوم على أسس إنسانية وحضارية منها نفور من التمييز العنصري الذي يعامل به اليهود العرب في أرض فلسطين إسرائيل بدلا من العيش معا في سلام ولا علينا هنا من قولهم الفارغ الأرض مقابل السلام فالأرض يحتلها اليهود بغير حق إلا بالحق التوراتي المزعوم أرض المعاد الذي أعطى الله به الوعد لذرية إبراهيم أوليس العرب يا يهود من ذرية إبراهيم فكيف تناقدون وعد الله المتحقق فعلا وتنقضون عهده بأن يعطي هذه الأرض لذرية إبراهيم العرب والعبرانيين معا إن الزعيق والإدعاء العقائدي بالحق الوحيد في الأرض سواء كان بحصن ظن أو بجهل أو بخبث سياسي هو عامل تضييع لعدالة القضية الفلسطينية وعنصر إهدار لحقوق الفلسطينيين الفعلية وهو حديث مع العالم المعاصر بلغة لا يفهمها وبشعارات لا يعترف بها إلا الذين يستعملونها ويزعقون بها قائلين الأقصى الجريح القدس الأسير أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ميراج نبي الإسلام القدس الشريف تحرير بيت المقدس الناصر أحمد مظهر هذا كله عبث لا يقود إلا لمزيد من البؤس واليأس والمآسي ولا يخدم إلا أصحاب السلطان وتجار الحرب التي وقودها الأبرياء من الناس لن أطيل أكثر من ذلك في تبيان هذه المسألة وحسبي أن أقول في الختام علينا وعلى اليهود والمسيحيين أن نخرج من هذا النفق المظلم الذي أنفقنا فيه أجيالا وأموالا ومصائر ذهبت سودان وعلينا نحن العرب والمسلمين أن نشرح للعالم وجهة المأساة الفلسطينية بلغة يفهمها حتى نصل إلى حل نهائي لهذه المشكلة الوهمية وعلينا أن نؤكد المبدأ الإنساني النبيل الدين لله والأوطان لجميع سكانها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر